اشتركوا في القناة ومن سيئات اعمالنا انه من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله قد اضلنا شهر مبارك من الاشهر الحرم التي حرمها الله عز وجل يوم خلق السماوات والارض فان الله سبحانه وتعالى خلق الزمان وخلق المكان وجعل الله سبحانه وتعالى السنة اثنى عشر شهرا حرم الله سبحانه وتعالى منها اربعة اشهر عظم فيها ربنا سبحانه وتعالى السيئات وكذلك عظم فيها الحرمات وعظم فيها الطاعات وضاعف فيها الحسنات فضلا من الله عز وجل ومنه وذلك ان الله سبحانه وتعالى اراد عمارة بيته اي البيت الحرام وكان الناس يغير بعضهم على بعض ويقتل بعضهم بعضا لاتفه الاسباب وللسرقة والنهب واخذ الاموال بغير حق وقتل النفس التي حرم الله عز وجل بغير حق فجعل الله سبحانه وتعالى الاشهر الحرم كي يتمكن الناس من السفر الى بيت الله الحرام في امان من قطع الطريق وامان من قتل النفس وامان من اخذ الاموال ونهبها فكان تحريم شهر ذي القعدة وذي الحجة والمحرم فجعل الحجة هو شهر الحج الى بيت الله الحرام وقبله ذي القعدة سفر الى بيت الله الحرام وشهر المحرم عودة من الحج الى ديارهم الى مساكنهم واوطانهم يكون ذلك في امان وحرم شهر رجب في وسط السنة وذلك حتى يزار البيت ويعتمر اليه والناس في امن وامان ان عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها اربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن انفسكم يوم خلق الله سبحانه وتعالى السماوات والارض كتب عنده في اللوح المحفوظ ونظم الزمان على انه اثنى عشر شهرا ثم حرم منها اربعة اشهر عظم فيها ربنا سبحانه وتعالى الحرمات وضاعف الجزاء على السيئات كما ضاعف الجزاء والثواب على الحسنات وهذا الامر عباد الله ظل الى مجيء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى ان سرية خرجت من عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقتلوا رجلا وهم لا يعرفون دخول الشهر الحرام كانوا يحسبونه انه لم يزل بعد اي لم يدخل الشهر بعد فقتلوا رجلا في الشهر الحرام فاخذت ابواق الكفار تنعق ان محمدا استحل الشهر الحرام فالى هذا الزمان كان القتال محرما في الاشهر الحرم وقد نسخ بعد ذلك وبقي تعظيم الحرمات ولذلك قال الله سبحانه وتعالى ان عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها اربعة حرم ذلك الدين القيم اي تحريم هذه الاشهر من الدين القويم من الدين المستقيم وتعظيم حرمات الله عز وجل هي من دين الله عز وجل القويم الذي جاء به سيد الانبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم فهذا الامر عباد الله بيّنه الله عز وجل انه من الدين ثم بيّن ان من الدين ان لا تظلموا فيهن انفسكم لان الجزاء على السيئات في الاشهر الحرم يتضاعف لان الله يضاعف الحسنات والسيئات بشرف الزمان وشرف المكان وشرف العامل فمتى كان الزمان شريفا ضاعف الله عز وجل فيه العمل كالاشهر الحرم وكذلك كشهر رمضان وكذلك في الليالي الأواخر منه أعظم وكذلك في يوم عرفة وفي يوم عاشوراء جعل الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام لشرفها مضاعفة للأعمال كما أن الله سبحانه وتعالى ضاعف بشرف الزمان فضاعف في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي وفي المسجد الأقصى ضاعف الله عز وجل ثواب الأعمال فالصلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة وفي المسجد النبوي بألف صلاة وفي المسجد الحرام بمئة ألف صلاة وهذا بشرف هذا المكان ولشرف العامل متى كان الإنسان شريفا عند الله عز وجل والشريف هو العامل بطاعة الله عز وجل الذي هو ولي لله عز وجل يأتمر بأمره وينتهي عن نهيه فإن الله يضاعف له الأجر كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابي أصحابي لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه يعني ما بلغ مد ينفقه الصحابي ولا نصيف هذا المد لأن هؤلاء كانوا أطوع لله عز وجل وأتقى لله عز وجل وأعلم بالله سبحانه وتعالى ولذلك كان عملهم مضاعفا عند الله سبحانه وتعالى ولذلك على المسلم العاقل اللبيب أن ينتهز الفرص التي يمنحها الله سبحانه وتعالى لنا من هذه الأزمنة التي يعوضنا الله عز وجل فيها عن طول العمر فإن الأمم السابقة كان يعيش الرجل منهم ألف سنة كما في نوح عليه السلام أنه دعا قومه ألف سنة إلا خمسين عاما ألف سنة إلا خمسين عاما وظل هذا العمر ينزل حتى جاءت هذه الأمة وكان كما قال رسول الله صلى الله عليه آل وسلم أعمار أمتي بين الستين إلى السبعين وأقلهم من يجاوز ذلك يعني والقليل من يجاوز السبعين ولكن هذه الأعمار هي ما بين الستين إلى السبعين فكيف يحصل الإنسان أو يعوض الفرق بينه وبين من عاش ألف سنة في طاعة الله عز وجل لذلك ضاعف الله سبحانه وتعالى الأجر لنا وجعل الحسنة بعشرة أمثالها بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف ويضاعف الله سبحانه وتعالى لمن يشاء فلقد جعل الله عز وجل الصبر أجره بغير عدٍ وعلى حساب إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب فهذا عباد الله أمر والأمر الثاني هو هذه المنح في الأيام التي يمنحنا الله عز وجل فيها ثوابا عظيما فالعبادة في ليلة القدر خير من العبادة في أكثر من ثلاث وثمانين سنة في أكثر من ثلاث وثمانين سنة العبادة في ليلة واحدة وكذلك في صيام يوم عرفة يكفر سنتين من الزنوب والآثام وصيام يوم عاشراء يكفر سنة من الزنوب وكذلك العبادة عباد الله في الأشهر الحرم فإن الله عز وجل يضاعفها صحيح لا نعرف كم هي المضاعفة لكننا نؤمن بأن هناك مضاعفة وأن العبادة في الحرم وفي الأشهر الحرم ليست كالعبادة في غيره ولذلك على العاقل اللبيب أن ينتهز هذه الفرص التي يمنحنا الله سبحانه وتعالى إياها فيتعبد لله سبحانه وتعالى فيها رجاء رفع الدرجات وتكفير الخطايا والسيئات فلقد أهل شهر رجب والناس عباد الله يعرفون أنه من الأشهر الحرم وكثير من الناس يتعبد في هذا الشهر بكثرة الصيام يتعبدون بكثرة الصيام وربما يتعبدون كذلك بكثرة الصلاة وكثرة الصدقة وغيرها وهذا أمر مطلوب مشروع فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال صم من الحرم وترك صم من الحرم وترك صم من الحرم وترك فالإنسان يكثير من الصيام في هذه الأشهر وأما ما يفعله العامة من المسلمين بقصد التقرب إلى الله عز وجل من صيام اليوم الأول من شهر رجب أو صيام خميس رجب أو الخروج إلى المقابر في خميس رجب أو الاحتفال بليلة السابع والعشرين من شهر رجب على أنها ليلة الإسراء والمعراج فإن هذا الأمر خروج عن السنة وخروج عن المشروعية وخروج عن المشروعية والتزام ذلك من البدع لو أن إنسانا صاما اليوم الأول من شهر رجب أو يوم الخميس من شهر رجب على أنه يصوم الإثنين والخميس أو صام يوما لم يلتزمه في كل عمره وإنما صادف ذلك أنه صامه فإن ذلك عباد الله أمر مباح فإن ذلك أمر مباح أما قصد ذلك والتزامه على أنه من السنة فإنه خلاف السنة والتزام ذلك من البدع هذا الفعل يكون من البدع وهذا الأمر عباد الله يضيع على الإنسان الحرص على طاعة الله في هذا الشهر فينبغي على العبد أن يكثر من الصيام سواء سرد الصيام سردا أو أنه صام الإثنين والخميس أو صام يوما وأفطر يوما أو صام ثلاثة أيام من وسطه كالأشهر غير هذا الشهر أو صام ما يشاء من هذا الشهر متفرقات فكل ذلك عباد الله طاعة لله سبحانه وتعالى وعلينا عباد الله أن ننتهز هذه الفرصة التي نعد أنفسنا فيها ونهيئ أنفسنا لما يأتي من الأشهر الفواضل لما يأتي من شهر شعبان وهو شهر يغفل عنه كثير من الناس لوقوعه بين رجب وبين رمضان وهذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصومه كله وذلك لغفلة الناس عنه والعبادة في الغفلة كالهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم يعقبه الشهر الفضيل شهر رمضان بما أودع الله عز وجل فيه من الطاعات بما أودع الله سبحانه وتعالى فيه من الطاعات وبما قضى الله عز وجل فيه من الحاجات وبما يسر الله سبحانه وتعالى من الطاعة في هذا الشهر وبما ضاعف الله الحسنات وكفر الذنوب والخطايا والسيئات فإنها أيام شريفة فاضلة تحتاج إلى شيء من الإعداد والتهيئ كما قال الله عز وجل ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عده ولكن كره الله بعاثهم فثبتهم وقيل قعدوا مع القاعدين فالله سبحانه وتعالى بين أن الإنسان ينبغي أن يهيئ نفسه لطاعة الله وأن يعدها لمغفرة الله سبحانه وتعالى ولو أنه آثر القعود ولو أنه آثر القعود وآثر التأخلف وآثر التأخر فإنه لا يزال يتأخر حتى يؤخره الله ويتخلف حتى يخلفه الله سبحانه وتعالى كما قال الله عز وجل والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون نسوا الله فنسيهم إن الجزاء من جنس العمل إذا تأخرت عن الله عز وجل أخرك الله سبحانه وتعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم فلما زاغوا أي راوغوا في دين الله سبحانه وتعالى راوغوا في دين الله روغان الثعالب هروبا من أمر الله عز وجل ووقوعا في نهيه سبحانه وتعالى أزاغ الله قلوبهم والذين احتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم أما الذين احتدوا وسعوا إلى أمر الله عز وجل وإلى طاعته وإلى امتثال أمره وإلى اجتناب نهيه هداهم الله سبحانه وتعالى هداهم الله سبحانه وتعالى الهدايتين الهداية الأولى هي هداية الطريق الهداية الأولى هي هداية الطريق والهداية الثانية هي هداية التوفيق فالإنسان يهدى إلى الطريق بأن يعلم ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيعرف الطريق إلى الله عز وجل عن طريق متابعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا بالمعاصي ولا بالأهواء ولا بالبدع وإنما باتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واتبعوه لعلكم تهتدون إن الهداية إنما تأتي من اتباعه صلى الله عليه وآله وسلم والسير على دربه واقتفاء أثره حتى نلقاه على حوضه صلى الله عليه وآله وسلم فإن الأمر عباد الله في طاعة الله عز وجل يحتاج إلى متابعة ويحتاج إلى التزام أمر الله سبحانه وتعالى وإلى اجتناب نهيه فبين الله سبحانه وتعالى أن المنافقين والمنافقات بعضهم أولياء بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ولكن هذا خلاف هدي المؤمنين والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر المسلمون المؤمنون المتقون المحسنون المخلصون هؤلاء يجتمعون على طاعة الله لا يتفرقون وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان إن التفرق والتشرذم مع وجود منهج الحق يؤدي إلى الضعف وإلى الذهاب وإلى الزوال إن معرفة الحق توجب التزامه إن معرفة الحق توجب التزام الحق ومعرفة الباطل تقتضي أن نقلع عنه وأن ننتهي عنه وأن يكون ذلك في اجتماع على طاعة الله عز وجل لقوله سبحانه وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى وقوله ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وقوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداءً فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا نعمة الله سبحانه وتعالى أن تتحقق الأخوة في الله والأخوة في الله تقتضي المناصرة على الحق وليست المناصرة على الباطل وليست إقراره وليس أن نجتمع على مشارب متفرقة أو نجتمع على أهواء متنازعة متفرقة الذي يجتمع عليه هو الحق الاجتماع على الله والاجتماع على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والاجتماع على الحق وما اختلف فيه الصحابة رضي الله عنهم والصالحين من عباد الله ووسعهم فيه الاختلاف ينبغي أن يسعنا فيه الاختلاف وينبغي عباد الله أن نحدد الهدف الأكبر الذي نسعى إليه والذي نتناسى في خلاله خلافاتنا وخصوماتنا ومصالحنا الشخصية وأن نسعى إلى تحقيق الهدف الأسماء وهو أن نعبد الله عز وجل وأن نعبد الناس لله سبحانه وتعالى وأن نقيم دين الله عز وجل في نفوسنا وأن نقيمه على أرضنا ليس انتصارا للنفس ولا تقديما للذات ولا دعوة إلى الرياسة وإنما الأمر ينبغي أن يكون لله عز وجل وينبغي أن يخلص فيه لله سبحانه وتعالى لا أن يكون الصراع دائرا على حظ للنفس لأن صراع الكفار يدور بينهم وبيننا إنما يدور معنا على ديننا لاستقصال إسلامنا كما بيّن ذلك ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فانظر إلى هذا الأمر نظرة المعتبر هؤلاء يسألون عن الشهر الحرام قتال فيه إن هؤلاء الكفار يأتون بما تحسبونه دينا يأتوننا بما تحسبونه دينا وذلك لتشويه ديننا ولإبعادنا عن الحق المنزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأتي هذا الكافر في ثوب الراهب العفيف الذي يبحث عن دين الله عز وجل في ثوب هذا الرجل العابد الناسك الذي يبحث عن دين الله عز وجل فيسألون النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن القتال في الشهر الحرام هل يجوز لأن المسلمين قتلوا رجلا في الشهر الحرام هل يجوز القتل في الشهر الحرام وهم منغمسون في قتل المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يسألون عن قتل رجل هنا أو هناك سواء كان في بلدنا هذا أو كان في بلاد المسلمين أن رجلا من الكفار تم قتله سواء كان ذلك بالحق أو كان ذلك بالباطل فهم يأتون في ثوب السائل الذي يدعي العفاف والطهر والذي يدعي النقاء والذي يدعي الحضارة والحداثة والذي يدعي الأخوة والمساواة بين البشر هل يجوز قتل هذا الرجل وهم منغمسون في قتل ملايين من البشر قتلوا ذلك في أفغانستان وفي العراق وفي سوريا وفي ليبيا وفي غيرها من اليمن وغيرها من بلاد المسلمين ويقتل المسلمون في الصين ويقتلون في بورما ويقتلون في إفريقيا الوسطى ملايين من المسلمين عندما يصبح الصباح ومع كل إشراقة شمس جديدة يقتل الآلاف من المسلمين تقطيعا وتمزيقا وحرقا دون أن ينبه على ذلك أنه إرهاب من أصحاب هذه الديانات غير الإسلام سواء كانت مما يدعى أنها ديانات إسلامية أو يدعى أنها غير ذلك من بنات أفكار البشر كفعل السيخ والهندوس والشيوعيين وغيرهم مع المسلمين والوثنيين كذلك ملايين من المسلمين قتلوا بغير أن يسمى ذلك إرهابا وبغير أن يحرك العالم ساكنا المسلمون يموتون جوعا في الحصار في سوريا وفي الفلوجة في العراق وفي غيرها يموت الأطفال جوعا وبغير دواء ولا غذاء ولا غطاء ولا كساء والناس في العالم كله يشاهدون هذا المشهد الكأنه مشهدا دراميا في مسلسل مؤلف وأنهم يعلمون ذلك لكنه في الحقيقة مسلسل مؤلف هذا المسلسل الذي دفع بهؤلاء المبتدعين من داعش المخالفين لأمر الله عز وجل لكي يصوروا الإسلام ويجلبوا لنا البلاء ويكونوا ذريعة لدخول هذه القوات كلها من أجل قتل داعش وهم لا يقتلونهم وإنما يتركونهم يسرحون ويمرحون ليظل هذا المبرر هو مبرر التدخل الأجنبي في بلاد المسلمين لن يكفوا عن ذلك ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم لا يزال الصراع قائما إلى أن يرث الأرض ومن عليها هذا الصراع الذي يسمونه بصراع الحضارات هو صراع بين الحضارة الغربية والحضارة الإسلامية في محاولة يائسة للقضاء على الإسلام وأهله للقضاء على الإسلام وأهله ولكن الله أبى إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون سيقطع الله عز وجل دابر هؤلاء المجرمين حين يكون هناك أناس يؤمنون بالله واليوم الآخر ويدافعون عن دين الله عز وجل يصلحون أنفسهم ويصلحون الكون من حولهم ويجتمعون على طاعة الله متناسين خلافاتهم الشخصية ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن التنازع يؤدي إلى الفشل حتما ولذلك لا بد أن يكون هناك اجتماع ولكن الاجتماع ينبغي أن يكون على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأنه الدواء من كل داء كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث العرباض بن سارية وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فكأنهم قالوا ومن نجاه وما الحل من ذلك قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة إن سبب الفرقة الابتداع في الدين التأليف والابتكار والاختراع في دين الله عز وجل هذا هو سبب الفرقة ثم أن نصيب الإنسان من نفسه هو أيضا سبب من أسباب الفرقة الصراع من أجل تحصيل المصالح الشخصية من أجل الوجاهات والرياسات ومن أجل المال ومن أجل شهوة الحياة الدنيا صراع يدور بين البشر يوضع له عنوان عنوان شرعي سواء كان ذلك دعم الشرعية أو دعم الشرعي أو غير ذلك من الأمور الشرعية التي يوضع لها عنوين شرعية إذا أرادوا أن يمرروا شيئا جعلوا له عنوان هذا المسرح الإسلامي هذا المسرح الإسلامي والسينما الإسلامية والبنوك الإسلامية وغير ذلك إلصاق كلمة الإسلام لتبرير هذه الأمور وكذلك وضع الشرع والشرعية والكتاب والسنة وغير ذلك من المسميات جعلها في أشياء لا تحل ولا تجوز وذلك رجاء أن يمرروا ذلك وأن يروج ذلك على العامة والسذج ولكن الأمر بحقيقته ليس بإسمه فلو سموا الخمر لبنا لكان أيضا حراما لأن التسمية لن تغير من حقيقة الشيئا فإنه الاعتبار إنما يكون بحقيقة الأشياء ولذلك عباد الله إن الأمر لكي يكون هناك قوة للمسلمين ينبغي أن يجتمعوا وأن يجتمعوا على طاعة الله سبحانه وتعالى وأن يبذلوا الإيمان الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل أي الأمر الأكثاني عباد الله تنقية المنهج أن يكون المنهج على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط المستقيم الهداية إلى صراط المستقيم تحتاج إلى كتاب إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس ثمة هداية بغير الكتاب والسنة وليس ثمة نجاة بغير الكتاب والسنة وليس ثمة فلاح بغير الكتاب والسنة فإن العرب كانوا أحقر أمة وأرذل أمة ولكنهم بعد إسلامهم صاروا خير أمة أخرجت للناس فإن الإسلام حولهم من شر أمة إلى خير أمة أخرجت للناس لقد وقف ربعي بن عامر لرستم حين أراد أن يعيره بفقر العرب قال أنت لا تعرف عنا شيئا إنا كنا نأكل الخنافس والعقارب ولح الشجر أي نأكل قشر الشجر الذي على الجزوع كنا نأكله حتى أتانا هذا الرجل الأمر تغير حين جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقد تغير حال العرب من حال سيء إلى حال حسن من شر أمة إلى خير أمة أخرجت للناس غير الله عز وجل بهم الكون من حولهم هدى الله عز وجل بهم البشر هداهم من الضلالة بهذا الدين القويم الذي جاء به سيد الأنبياء والمرسلين إنه ينبغي أن يكون هناك اعتزاز بمنهجنا اعتزاز بديننا اعتزاز بإسلامنا ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين العزة لله والعزة لرسول الله والعزة للمؤمنين ينبغي أن نكون بديننا أعزة ينبغي أن نكون بديننا أعزة وينبغي أن نعتز بإسلامنا وبهذا المنهج لا نتحول عنه قيد أن مل وإنما علينا أن نتمسك به وأن نعلم أن ذلك هو النجاة وأن ما سوى ذلك هو الهلاك أن ما سوى ذلك هو الهلاك سواء كان ذلك في الدنيا أو الآخرة أسأل الله عز وجل لي ولكم النجاة وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم الحمد لله وكفاء وسلام على عباده الذين اصطفاء وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد عباد الله فإن الله سبحانه وتعالى قال ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن الحرب ليست من أجل الأرض وليست من أجل المال وليست من أجل البترول كما يوصف ذلك وإنما الحرب من أجل اقتلاعنا من إسلامنا ولأجل القضاء على ديننا الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا تزال هذه الحرب قائمة بيننا وبين الكفار حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر من يترك هذا المنهج الرباني الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة أنه سيخسر الدنيا والآخرة إن هناك علمانيون ولبراليون يسعون إلى سعادة في الحياة الدنيا بترك الدين وأنهم ينشدون من وراء ذلك السعادة وينشدون من وراء ذلك الهناء وينشدون من وراء ذلك فعل كل الشهوات وارتكاب كل المنهيات التي هي من شهوات الفم والفرج سواء كان ذلك من أكل المحرم أو شربه أو إتيان الشهوات بالفرج من الفواحش وغيرها وأن ذلك يكون كله مباحا في سعي حثيث للإباحية الكاملة التي يباح فيها الإنسان أن يفعل كل شيء أن يأتي ذكرا مثله أو يأتي حيوانا أو غير ذلك من هذه العقول الذاهبة الغائبة الغائبة عن كل فضيلة والواقعة في كل رذيلة فهذا الأمر عباد الله ما يريدونه ثم الأمر الثاني المساواة بين المسلمين وبين الكفار مع قول الله تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون كيف تحكمون تساون غير المسلم بالمسلم تساون المسلم بالكافر أو بالفاسق أو بالفاجر فإنه بلا شك هناك بون شاسع بين المؤمنين وبين الكفار والأمر الثالث تنحية شرع الله عن الحياة بحيث لا يكون هناك وجود لتحريم الربا ولا تحريم الزنا ولا تحريم المسكرات والمخدرات ولا تحريم الرشوة ولا النصب ولا الاحتيال ولا غير ذلك لأن الشرع لا ينبغي له أن يحكم في حياة الإنسان فهذه الأمور التي يسعون إليها وهذا يؤدي إلى ضياع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهذا الأمر إذا ضاع سيكون هناك ذلة ومهانة في الحياة الدنيا وفي الآخرة كذلك فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فالخسارة لن تكون في الآخرة فحسب وإنما خسارة في الدنيا والآخرة إن نجاحنا وفلاحنا وصلاحنا في الحياة الدنيا مرتبط بشرع الله كما أن صلاحنا ونرياحنا وفلاحنا في الآخرة مرتبط بشرع الله فإنه في الدنيا كذلك فمن أراد الدنيا فعليه أن يأتي الآخرة لأن الآخرة هي التي فيها صلاح الدنيا وفيها صلاح الآخرة والأمر الثاني عباد الله هو ما ذكره ربنا سبحانه وتعالى في قضية الأشهر الحرم في قوله تعالى إنما النسيء زيادة في الكفر يظل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله إن هناك أناس ابتدعوا في دين الله عز وجل وهم كذلك يسعون إلى هدم الدين بهذه البدع والمحدثات التي ابتدعوها حتى لو كانت نيتهم صحيحة يريدون المبالغة في التعبد إلى الله سبحانه وتعالى فإن المشركين كانوا إذا احتاجوا إلى النصب والاحتيال والسرقة والقتل وكان ذلك في شهر من الأشهر الحرم رحلوه إلى الشهر الذي بعده فجعلوا المحرم في صفر وصفر في المحرم وذلك من أجل أن يحلوا الشهر الحرام ثم يحرموا الشهر الحلال فلا في الشهر الأول التزموا ولا في الشهر الثاني التزموا بل خالفوا هنا أمر الله وخالفوا هنا أمر الله سبحانه وتعالى إن عبادة الله عز وجل ينبغي أن تكون على ما شرع على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وينبغي في ذلك أن نلتزم الزمان وأن نلتزم المكان وأن نلتزم العدد وأن نلتزم الهيئة أمور أربعة ينبغي التزامها في كل طاعة وعبادة فإن الله عز وجل لما حرم الأشهر الحرم بينها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال إن الزمان قد استدارك هيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة إثنى عشر شهراء منها أربعة حرم ثلاث متواليات ذي القعدة وذي الحجة والمحرم ورجب مضر أي ورجب الذي تعظمه مضر فكانت هذه أربعة أشهر ينبغي أن نلتزم هذه الأشهر لا يجوز أن نجعل محرم في صفر أو نجعل ذي القعدة نجعله بعد ذلك أن يكون في صفر وإنما ينبغي أن نلتزم هذا الأمر بما جاء نلتزم العدد في الأربعة أشهر هم أرادوا أن يلتزموا العدد فقط فقالوا نهي أربعة أشهر محرمة إذا أحللنا هذا حرمنا غيره فنلتزم الأشهر الأربعة كما قال ربنا سبحانه وتعالى إنما النسيء زيادة في الكفر النسيء هو التأخير أي كانوا يؤخرون الشهر الحرام إلى شهر بعده إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله المهم التزام العدد ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله أدى ذلك إلى أن يحلوا ما حرم الله إن الله سبحانه وتعالى افترض علينا عددا ينبغي أن نلتزمه في صلاة الصبح ركعتين وفي الظهر أربعة وفي المغرب ثلاثة ينبغي أن نلتزم هذا كما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينا فمن صلى الصبح ركعة أو ثلاث فقد بطلت صلاة ومن صلى الظهر ثلاثا أو خمسا بطلت صلاة وكذلك من صلى المغرب أربعا أو صلىه ركعتين فقد بطلت صلاة لابد أن يلتزم هذا العدد ولكن التزام العدد ليس كافيا فلو أنه صلى الظهر ركعتين ثم بعد فترة صلى ركعتين أخريين فهذا جاء بالعدد وهي أربع ركعات ولكن هذه الصلاة لا تصح لأنه لم يلتزم فيها الهيئة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه صلى الظهر أربع ركعات وصلىها ركعتين جلسا بعد ذلك في التشهد الأول ثم قام فصلى ركعتين وقال صلوا كما رأيتموني أصلي فالتزام العدد هنا لابد معه التزام الهيئة ولابد من التزام الزمان فلو صلى الظهر في الليل لم تقبل صلاته ولو صلى العشاء في النهار لم تقبل صلاته لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله عملا بالليل لا يقبله بالنهار وإن لله عملا بالنهار لا يقبله بالليل فلابد أن تكون الصلاة النهارية في النهار والصلاة الليلية تكون في الليل التزام الزمان يوم عرفة لو وقف الإنسان يوم الثامن منذ الحجة أو يوم العاشر من الحجة على عرفة لم يصح حجه بل ينبغي أن يقف يوم التاسع منذ الحجة التزاما بالزمان الذي حدده الله سبحانه وتعالى فلو وقف فجر يوم النحر بعرفة لم يصح حجه لم يصح حجه ولو وقف قبل فجر يوم التاسع منذ الحجة بعرفة لم يصح حجه لا بد أن يقف ما بين فجر يوم العرفة إلى فجر يوم النح في هذا الزمان يكون الوقوف في هذا الزمان يكون الوقوف ثم المكان لو أن الإنسان طاف بأي بيت في أي مكان لم يصح طوافه لا بد أن يطوف بالكعبة في هذا المكان لا بد أن يكون طوافه بالكعبة وأن يكون طوافه في داخل البيت في داخل البيت فلو طاف خارج المسجد الحرام من الخارج لم يصح طوافه لا بد أن يطوف في المطاف وأن يسعى في المسعى وأن يقف بعرفة وأن يبيت في مزدلفة وأن يرمي الجمار في ميناء هذه الأماكن ينبغي أن يكون فيها الأمر لو أنه صام رمضان في شوال لم يصح منه ذلك بل يجب عليه أن يصوم في رمضان لأن الله حدد هذا الزمان لو صام عن الكلام فقط لم يصح صومه بل لا بد أن يصوم عن الطعام والشراب وشهوة الفرج كما حدد الله عز وجل الالتزام بشرع الله عز وجل ينبغي أن يكون التزام بهذه الأمور ينبغي أن نلتزم بالعدد وأن نلتزم بالهيئة وأن نلتزم بالزمان وأن نلتزم بالمكان وأن يكون مصدرنا في ذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس البنات الأفكار ليست الأهواء ليست البدع وإنما التزام شرع الله سبحانه وتعالى فإن فيه النجاح اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعلهم التبسا علينا فنضل واجعلنا للمتقين إماما اللهم قاتل الكفرة الذين صدون عن سبيلك ويكذبون برسولك ولا يؤمنون بوعدك اللهم خالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب وألق عليهم عذابك ورجزك إله الحق اللهم شتك شملهم وفرق جمعهم واجعل كيدهم في نحرهم واجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين اللهم عز الإسلام والمسلمين وأدل الشرك والمشركين واليهود والصليبيين والشيعيين والملحدين وسائر الكفرة والمنافقين اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم انصر في فلسطين المحتلة اللهم طاهر مسجدك الأقصى من دنس إخوان القرادة والقنازير اللهم انصر إخواننا من أهل السنة في سوريا وفي العراق اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في الصين وفي الهندي وفي إريتريا وفي بورما وجام وكشمير وفي إفريقيا الوسطى وفي كل أماكن استضعفوا فيها يا رب العالمين اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم أمنا في أوطاننا وأصلح لنا آئمتنا وغلاة أمورنا اللهم اغفر لنا والإخواننا الذين سبقون بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا وسبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك أتوبنا هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين